في خطوة لنشر الثقافة الفارسية في العراق دعا وزير التعليم العال والبحث العلمي عبدالرزاق العيسى دعا إلى تعليم اللغة الفارسية في جميع المحافظات العراقية جاء ذلك خلال لقائه المستشار الثقافي الإيراني في العراق غلام رضا أبا ذري حيث تم التباحث حول التعاون التعليمي والجامعي بين البلدين ووفق ما نقته وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء فإن العيسى دعا إلى تسهيل حضور مزيدا من الطلب العراقيين في الجامعات الإيرانية فضلا عن تنظيم دورات لتعليم اللغة الفارسية في جميع المحافظات العراقية ولسيما في المحافظات الجنوبية كما أشرى الوزير إلى مشروع تأسيس الجامعات المشتركة باستثمارات من قبل الطرفين